السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهم شيء يعطينا كمية كبيرة في وقت الواجيز سوف نحسب الكمية التي يأكل لديها سوف ننزل المقادر وطريقة تحضير بسم الله وبركاته قبيصة الملحة بحرارة المطبخ نقوم بإضافة الخاصة نضيف السكر نقوم بضيفة السكر نضيفه كأس ونصف من الزيت النباتية نضيفه مولينيكس نضيفه جوج كيسان من عصير البرتقال يمكنك العوده بالحليب عصر البرتقال خميرة الحلويات نضيف معلقة النافع صغير زنجلان نضيف معلقة القرش نحتاج لكيلا نضيف معلقة قليلة نضيف مقادير نضيف مقادير صندوق الوصف بالقرام نضيف كمية نضيف أطراف الأصابع لا تضيف العجين نضيف نضيف حتى نضيف العجين يكون متماسك نضيف نضيف العجين نضيف 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 150غ في المجموع استعملت 150غ بالنسبة للطقيق استعملت ميمونة نجمع العجين نقسم العجين نقسم العجين لحسب العرض الطاوات تستعمل طاوات كبيرة نضيف 1-4 ساعة نضيف ورقة بمساعدة الورقة ونقطعها وعادة من بعد نضيف طاوات هذه طريقة تقطعها مرة واحدة ونقسم العجين ونقسم العجين ونقسم العجين ونقسم العجين لا تقلب لكم ونقسم العجين الطاوات الثانية هي أحسن بمساعدة لا تعد بكم سبب تدخلها وجدرها مساعدة ومن المواد تجد التحمير وترد الوقت ومتعل الاضياب أهم طيب الطيب طيب طيب طيبتون فورن كهربائي على درجة حرارة 160 درجة سخنة الفرن ندخل أول طاوة ندخل الطاوة الثانية ندخل الطاوة الثانية ندخل الطاوة التي يطيب على المهل ندخل الطاوة الثانية ندخل الطاوة للطاوة ندخل الطاوة لطاوة اضغيه تفرقه اضغيه تضربه اضغيه تضربه اضغيه تضربه اضغيه تضربه بالخطر اضغيه تضربه اضغيه اضغيه اعجاب ديركم خليولي في تعليق كيف جاوكم وما تنسوش تدعموني باللايك وبابوني وبسلام عليكم